معنا مين؟ محسين سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يبقى بنا يخليك يا ربك أترخيرك حبيبتي ربنا يديك الصحة والعافية وأشكر الشيخ بسم الله ما شاء الله عايزينه يفسر لنا قرآن ويزي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه وربنا يديك الصحة والعافية والله يعني ما تتخيلش احنا بناستفيد من حضرتك قدي جد جد انا مش بقول لك كده بجملك او ان انا بقول لك كده حاجة كلامك منصك وكلامك محترم وكلامك بيفش القلب قبل العقل وحاجات كده بناستفيد منها كتير 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 ربنا يديك الصحة والعافية والقائمين على البرنامج كلكم نشكركم ويجعلوا في نزال حسناك أنا عايزة ليا طلبين طلب الاولاني انه اعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم عشان احنا بنتناقش ان لو حد عمل حاجة الحج انه يعمله زي ما عمله يعني الولد اللي بيسلط الكلب على العيل او واحد ليس له يعني قوة ان يدفع عن نفسه ده نعمل فيه ايه هل يسيبه لربنا برضو ولا احنا نسلط عليه كلب ناس تاني اخوة منه يسلطوا عليه الكلب ويورروا له مرارة اللي هو وراها لشخص الآخر تمام وزي البنت اللي جدتها انا مش عارفة دي قلبها ايه وصلنا لمرحلة ايه بيتعنق البنت اللي جدتها حرقتها وكذا 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 هل يتعمل فيها ايه هل الاعدام طب الاعدام هيرياحها نعايزين نعذبها زي ما عذبت البنت تلت فيام مرمية في الارض طب نعمل ايه تغفر الله العظيم وغد كده كتير ده ده حالة ولا حالتان ظهري اللهي كريمك الحالة الثالثة انا كنت في ظروف حلوة جدا جدا وكنت بساعد الناس كلها وكنت بقف مع الناس بطريقة كان يجعله فبزان حسنايتك يا رب وكنت بيتي مفتوح للصغير او الكبير جات حصلت لي ازمة وجوزي حصل له حادث وتائب قوي وتائب وكل اللي عندي بيعت وبيعت وبيعت اصرفه كده ناس وعفوا جندي وناس مشوا وناس لبانوا اصلهم وناس صدلوا معايا الفترة معينة ومشوا انا تعبت نفسيا انا مش قادر اواصل حتى اني هقع منطولي طب اعمل ايه ربنا ايديك الصحة يا رب ويصبرك ويفرج عليك يا رب انا بس قدامنا قديل اول قبل ما دروها تلت دقايق تلت دقايق خليني هبدأ بالختم بتاعها اللي هي ختمته على الصحابة اللي تخلوه الراجل قاعد مع ابنه على باب بيته فلاقى صحاب كتير قوي في قلب بيته قولي داخل قولي خارج قال له يا ابني من دول قال له يا بابا صحابي قال له يا بابا ايه صحابي قال له يا ابني كل دول صحابك قال له يا ابني انا عندي سبعين سنة ما خرجتش من الدنيا الا بصاحب ونص قال له يا بابا في صاحب ونص يعني ايه صاحب ونص ما هقولك اصبر علي الراجل الامير معدي فوصل القصر بتاعه قال له ما هتقول للراجل العجوز ده فجيه الراجل العجوز قال له في حاجة اسمها صاحب ونص قال له اه قال له ازاي قال له هذا لا يحكى وإنما يعيش قال له طب عيشني فيه قال له خلاص بكرة حضرتك ابعت النهاردة وقول إن الأمير حدد هيقدم فلان الفلاني في الوقت الفلاني قدام الأصر قال له طيب حاضر واجمع الناس كلها فجوم اتنين أول واحد سأل لماذا تعدمون الرجل قالوا لأنه سرق من بيتي الأمير ماله قال أدفعه أنا قالوا لا قالوا أضاعفه لا قالوا أضاعف أضعافه لا نصف مالي لا مالي كله قالوا لا فقال يا صاحبي هل قصرت في حقك قال لا السلام عليكم خذ بعضه مش وقف بقى مع الناس جي واحد تاني لماذا تعدمون الرجل قالوا سرق من بيتي الأمير لماله قال أنا الذي سرقته قالوا لكن النص بجريرته زي ما بنون الحرام بشلته فوجدنا السرقة في بيته قال أنا الذي رميتها في بيته قالوا يا هذا لص بسرقته وتعترفه وتعترف على نفسك إنك ستعدم مكانه قال نعم نفسي نفسه ونفسي فداء لنفسه فأشار الرجل العجوز إلى الأمير أن يوقف التنفيذ فلما أوقف قال هذا هو صاحبي الذي فدى نفسه بنفسي وهذا هو نصف الصاحب لا يكون الصاحب صاحبا حتى يكون لصاحبه يا أنا يا أنا ودي اللي عملها مين بقى؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا باتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وختم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حياته وهو بيقولهم في الدين المعنوي ما لأحد عندنا يد يعني معروف إلا كفأناه عليها إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه عليها إلا الله ونعمة بردين